حضارة وادي الهند أسلوب الحياة في الهند الملابس وتصفيف الشعر وغياب القوات المسلحة ودفن الموتى السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات غياب القوات المسلحة تانت أسلحة شعب الهند تصنع من النحاس الأحمر والأصفر ولاتن التثيم منها تاني يصنع أيضا من حجر الصوان تانت الأسلحة تضم الفوس والصواطر والخناجر تام عرفوا استخدام القوس والنشاب ولاتنهم لم يصنعوا تروسا لتحميهم ويستدلوا من موطع العثور على هذه الأسلحة بأنها لم تستخدم في أعمال دفاعية مما يعني بأن شعب الهند تانى مسالما ولم يكن لديه جيش محارب الملابس وتصفيف الشعر من دراسة الأخدام والعثار الأخرى المرتشفة يمكن التعرف إلى عادات اللباس لدى شعب الهند تانى الرجال والنساء يرتدون الملابس من مختلف الألوان بينما تانى الرجال يرتدون التنورات تانت النساء تلبسن أثوابا تغطي معظم أجسامهن وقد عثر في موطع مهانجو دار على أحد أردم الملابس التطنية المسبوغة في العالم تمتان الناس يتفننون في إطلاط وتصفيف شعرهم ولفه على شد جدائل واستعمال الخرص في تزيينه وربما تانوا يضعون أغطية الرأس ويعتقد أن نساء الهند استخدموا أحمر الشيفاء في طلاء الشيفاء دفن الموتى آمن شعب الهند بالحياة الآخرة كما فعل السوماريون والمصريون وتانوا يتفنون موتاهم في طبور خشبية ويضعون معهم أغراضهم الثمينة ويديرون رؤوسا باتجاه الشمال حافروا القبور وملأوها بالطعام والأدوات والملابس والحلي والمرايا وبعض التمثيل الخزافية لترافق الميت في رحلته في حوالي سنة 1900 قبل الميلاد بدأ ستان الهند الذين يرطنون الأجزاء الشمالية من الوادي ومنها مدينة هارابا باللوجو إلى حق موتاهم وتانت هارابا هي المدينة الوحيدة التي استمر فيها دفن الموت في القبور حقيقة مهمة كان بعض ستان الهند بمن يعملون في صياغة الذهب أو تجارا أغنياء يرتدون الحليت القلادات والخواتم والأحلاق التي ارتشف بعضها مطمورا تحت أرضيات العديد من المنازل اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما بأرت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما بأرت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد المترجم للقناة